هل هي اللي عم ندرس له كيف فينا نشجع الصناعة طبعاً فيه هناك مشاريع قوانين مطروحة فيما يتعلق بعملية أنه نجبر الحكومة تشتري محلياً طبعاً نحن كصناعيين عم نقول طبعاً هيدا لازم نساعد الصناعة المحلية لأنه هيدا بتوجد وظائف بهالمرحلة الصعبة بس بنفس الوقت ما نتأكد اليوم بما أنه ببقى في معنا مصاري وما عنا بقى هالعملية الجخ يلي كنا نعمله بنا نتأكد أنه هالإنتاج هو الأفضل يتماشى مع أفضل المواصفات العالمية يتماشى مع المتطلبات مش أنه بالآخر إذا شغلي ما بتفيدني بس لو بتفيدني نصب المية يخذها لا بديقوا ما تماشي مع كل هالمواضيع وإذا ما فيه طاعة تنشل نحن وإياهم تنطورهم تيصفوا بالآخر يقدروا يعطونا نحن شو عايزينه كدولة وبنفس الوقت نحضرهم للمضاربة بالمنطقة لما بتروق المنطقة طبعا هذا يتواجب أنه في عنا قوانين بنا مرأة بمرحلة هالأمرحلية عملية ثلاثة أربعة سنين لأنه هذا الوضع السيء اللي احنا مرئين فيه بس ما مفروض فينا نتطلع بالأمور إلا شو الخطوة اللي بعيدة المدى هي المنشرة اللي إليها ونجرب نكملها بقوانين زيادة لمرحلة معينة فيما يتعلق بإصلة الزراعة والصناعة هيدا اللي ندراش اليوم وكان فيه انفتاح من الوزيرين على هالمواضيع ونحن أهم شي مت ما بتعرف نهلا باتفاقية التيسير بين البلاد العربية نحن ماكسيموم منتاجر منطقة منطقة وعم نحكي تقريبا راح يصفي بحدود حوالي 300-400 مليون شخص كلياتنا في عنا 8% من ناتجنا القومي يلي متعاطف فيه بالتجارة بين بعضنا العرب لأنه بتعرف نحن العوائق الموجودة بين العالم العربي أسوأ بكتير ما أنها تصدر أو تستورد من أوروبا هلا نحن مشكلتنا دايما هي المواصفات ونوعية المواصفات هيدا مبدأ وجه السحارة بنا نخلص مندوه لأن وجه السحارة ما حدا بشتري من عندك بدنا نتعاطف فيها يلي شفناه بوزارة الصناعة أنه في نية جدية لعملية التعاطي بهالموضوع ووزير الاقتصاد لا شك عم يطلب أنه خلينا ننصي أكتر بخبرتنا إذا فينا نساعد لتطوير هالقوانين والأنظمة الموجودة تنساعد بهالموضوع لأنه كلها يتعالنا مصلحة أنه بعد هالشيه اللي ما رئيين فيه هالكيرسي ما نرجع نعيد نفس الغلطة يلي بتديناها إخر مدة 30 سنة نلغي اقتصادنا فقط لاقتصاد خدماتي الاقتصاد الرائعي لازم يكون اقتصاد منتج والحكومة إذا نطلع على برنامجها اللي طرحته بالمبدأ تذكر هالمواضيع لهلأ ما شفتنا بعد المضمون تبع هالأفكار أو هالكطوط العريضة شغلتنا نحن كنواب نشغل مع الحكومة هلأ تحت نطورها لأنه بالنتيجة هالحكومة موجودة نحن بدنا نجرب ساعد قدمة فينا بدورنا كنواب تمرئ القوانين تنشجع الحكومة تشتغل تتلاقي وظائف للعالم وتحسن وضعه الاجتماعي لأنه نحن ما هدف في الآخر عملية هو خلينا نتخطى السياسي بهالمرحلة ونشغل بالآخر لمصلحة المواضيع